في فرقة في الفريق الأول لا أنا مطلقتي الفريق الأول كنت أساسي والتأساسي من الناشئين ما عدناشه وبعد كده لعبنا لا بالعكس ديك على طول العين مدرب الناشئين غير مدرب الفريق الأول مين المدرب الفريق الأول اللي أنت بدأت كان هنا بقى عبد الرحمن فوز كابتن عبد الرحمن فوز كان هو استعان كان ساعته أنا ومحمود ساعد وفاروق عفر والخواج تلاتة طلعته مع بعض زي مثلا في فرقة التلامزة من بقى كان الجيل اللي هو بتاع الفريق الأول اللي كان موجود في نفس الوقت لا كان الجيل عظيم يعني مثلا أنا حضرت الكابتن حمادة الشرقاء كان بيلعب معنا كابتن أحمد ريفعت كان بيلعب معنا وفيه كابتن محمد توفيق وشوء حسين والشام عزم وسبير محمد علي كابتن حمادة في الأول أنا قلتلك كابتن حمادة الشرقاء لا حمادة أمام نجم منجوم مصر وكان كل جمادير نادي الزمالك ده تعشاكو وكان هو الوحيد اللي عمل النشيد اللي هو الغاية دلوقتي ان شاء الله موجود بصوا شوفها ماذا بيعمل ايه بصراحة يا هو العمل الشعبية الكبيرة النادي الزمال هم ليه اطلاقوا عليك اسمه باشكش بصوا يا سيد انا كان زمان اغلب اللعيبة المصرية او كلنا يعني كان غالبا بنلعب يعني ايه رجله داي بيرجله رجله يمين رجله اليمين نادرا لو لقيت لعيب عندنا صاحبنا او اي حاج بيلعب برجليه الاتنين فاهم انت زي يعني شمال ويمية كان ساقيت بيزور مصر او زار مصر بقى احنا ما حضرناه وشكا في الوقت ده كان المجر المجر اه وجيت كزمة مصر وكان بوشكش ده اشوال هو خلته وكانوا يعني ايه الناس مميزاهم اه ديكوتي كمان اه ديكوتي بعد كده يجي مصر فمن دولة كانوا مميزين جدا بالنسبة للجواهير المصرية الناس بتلعب برجلها الشمال واليمين وبيجيبوا انا بقى ايه يعني حبيت القط منهم الحتة دي فبقيت انزل التمرين تبكرة على يمين العبه بالشمال اه نطق باليمين وانطق بالشمال والمهم ايه حتى تعلم نفسي لغاية معرفة تلعب بالشمال يعني اشتغلت على نفسك اه وانا صغير المجده اكتهاد محدش قالك حاجة ولا اي حاجة ولا كانت تبكرة تيجي على يمين ارعوا الجسم عشان العبه بالشمال فالمهم ايه لدرجة ان انا بقى اما جيت لعيبت بفريق الاول وكنت نص ملعب انا فاكرة جبت جول يا كابت المصر من نص الملعب في نادي القانال كان واقف اللي هو الجول اسه محمود بدير تقريبا من نص الملعب جايز الهواء يسعد شوية برجل الشمال في الجول يعني شوفت دي ايه بقى فيه تمكن اللي انا بقيت لعب ايه بيمين وشمال وانا احنا بلقول اللعيبة دلوقت فمن هنا ايه اللعيبة زميلي يعني بترى يا عم ملعب با انت فاهم نفسك بوشكش اه فاني انا بطلعت الكلمة دي اه بس جت يعني انا بقول اللعيبة دلوقت اللي بتلعب حاليا دي بقتي محنش هيقولك اشتغل على نفسك غير نفسك انت في عقد بينك وبين النادي وبتاخد اللي انت عايزه بس لازم تدق زي انت بتاخد فهو اللعيب لازم اشتغل على نفسه في كل حاجة عندي سرعة لازم انام السرعة عندي رجلات الشمال لازم العب على رجلات الشمال رجلات يمين لازم على رجلات يمين لازم الهيدرز كل الحاجات دي كلها بس يا كبيرت المصطفى احنا اللعيب ايام نحنا جيلي السبعينات ده احسن قدرت لعيبة واحسن ناس مهوزة ما قلت لك للاسباب اللي انا قلتها مواهب موجودة وملعب حدد فاضي اكترة موجودة فاصد اقول ايه دلوقتي دلوقتي بقى فيه مدرب لحرس المارمو مدرب اللي بش عارف يقولك للسرايكر يعني ليه للفروت يعلموا الكرة جاية كروسة وبتاع يطلع قبل المدافع يطلع قبل المدافع السرعة دي كانت فين يا غاني ده برا مصر اه دي في النمسا عندك انت عمر عبدالله قاعد في الاول وغانم وشاكل عبدالفتاح وصاره ادفرق وده يشام عزمي ويسري عبدالغاني ويشام عزمي ويسري عبدالغاني بس انا بس عطيتني كده يعني اه اه دي نادي زالك طبعا قبل احدى المباريات ولينا كده على الاسر كده من فوق كده او من هنا مثلا من ناحية اللي هو الشمال كده كابتن الجوهري حغيانيم كابتن خواجة كابتن منضوح مصباح كابتن طريق غنيم كابتن مصري حسن شاحاته كابتن حلم طولان كابتن محمد صلاح كابتن الصلاح الناهي ممكن ده وانا محمد سعيد لا لا ده محمود فوزي محمود فوزي اه ايشام عازمي كابتن عبدالرحيم الرحيم 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 طيب انت فاكر اول تمرينة او تأسيمة لا انا عاوز اوصل لحيطة ايه اه دلوقت فقا يعني في مميازات للعيبة اه تلاقي الجهاز مثلا خمستاشر واحي من ام اللي حيمرن مهاجمين على وسط الملعب على حالس المرمى على الاعداد البدني ايامك انت وايامنا كانوا مثلا يوم المدرب يعني جالوا الواحي مثلا نلف حوالين الملعب ده مثلا خمس ست لفات مصبوط انتو كنا نسمع مثلا مدرب يدو كده مثلا ركب عجلة وعمل يقولهم لف حوالين ايه اه اه اللي هو شباب الجزير اه 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 وناس يفسيلوا العجلة وبرضو يمشوا وراهم يمشوا وراهم اه ايما هي دي كان زمان كده اه 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 ما خليش شفيه الامكانيات اللي موجودة دلوقتي حاليا بالضبط كده ده فيه دكتور للتغزية دكتور للمية شايف شده ماء ساقة ولا زوخنا ودكتور لليقى البدنية ودكتور لو في واحد للإعداد النفس الشوكز اعلان حل زمان كان يقولك تطبيبونها قدامس احنا مجانين مفاكت لما حصن محاكت اه 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 فكل حاجة بتوفير هالوقتي ليه احنا كمان ما انتشغلش على نفسينا لا هي دي بقى ايه اللي ناصع لعبة يعني مثلا ايه انا اسمع يعني او شفت إن اللعيبة بره بيجيوا مدربين ليهم هم كمان يعملوا لهم النظام الغذائي والنظام البدني عشان يحافظ على ما موجود يا غاني دلوقتي والاندية الوقتي نادل ايه اللي عمدوا لأ جهزة دي كلها اي بس اللعيبة بتجيش ما دي حاجة تحزن يعني حاجة زعلا ما عربش أنا ساعات بروح بفرج على تمرين بلاقي اللعيب نازل الملعب بيربطوا الروباط بتاعي ايه يعني جاي مستعجل ايه احنا كنا بروح من الساعة 11 وتمردنا الساعة 3 عشان نعابل بعض بالليل احنا كنا بنقفل النادي وبنفتح نادي ونقفل النادي صح ما هانا دل دل حنصاربله طيب اول تقسيمة لعبتها وكابتن حنف بستان وكابتن عمود فوزي شافوك فيها كانت انت كنت حس بايه لا مش اول يعني اول ما نزلت الملعب طبعا ايه المدرب اللي كان جايبني كان عبد الرحمن فوزي اه عبد الرحمن فوزي من نشهيد ونزلت الملعب فوق طبعا ايه بعد التدريب ده ما انا بتكره شو بقى المدربين اه تعالى يا غانم اه شد حيلة لا كويس دي بداية كويسة فهنا بايه عطاك ايه سيقة ان انت تبقى ايه اه وصك في كتراطا فمن هنا ايه جينا التمرين اللي بعديه دي كانت اول تأسيمة اه دي كانت اول تمرين مع الفريق الاول بس وبعد كده ايه جي التمرين اللي بعده اكيد الواحد بقى رجله خلاص بقى خدت على الجو والدنيا مشيت طيب اول مباراة لعبتها مباراة دي مع الفريق الاول اللي هي خليتك بقى بقى تلعب كان نادي القنال نادي القنال انت جبت بقول بالشمال دي لا ده ده كان فلسطين لا ده بداية كان نادي القنال ده في اسماعالية وكت انا مع الفريق الاول يعني من اللعبة الصغيرة اللي هي اللي موجودة فيه اللي بيكملوا بيهم زي ما كلنا كنو بيكملوا بيهم قد كده المطش دوت اتعادلنا فيه معناد القنال بعد كده واحنا راجعين وقالاخد فرقة جامدة اه كان عدل زين وبشارك المهم واحنا راجعين فكان حرف بسطين براهور مدارك فاللعيبة بقى في الاا في الاا في الاوتوبيس تعرف ممكن ايه اللي بيهزر اللي بيتكلم هو اعمل يقول له اسكوته مش حد بيسكت فالمهم ايه جينا بعد ما بصلنا لغاية النادي قلهم بقلوكوا ايه بس انا بقوللك هو اول قرار ليه سبت الفرقة دي اسكوتوا برضو اسكوتوا مش جايلكوا تاني واول مباراة اسمي العبتاك هات مباراة ايه كاننادي المحلة عندنا في الاستاد محلة في الاستاد ده المباراة دي انتهت ايه المباراة دي انتهت كسبنا اتنين واحدة اثنين واحدة دي كانت اول مباراة ليك اه وبعد كده ايه برضه فتكر مباراة مهمة جدا اللي هي مباراة لاتحاد السكندري سنة تلاتة وسبعين وكانت في أستاذ الكاهرة وتعادلنا مع الاتحادة واحد واحد ورجعنا من الأستاذ كنا بقى إيه يعني إيه بنروح يعني نتغدى في النادي ونلعب ونرجع برضو في النادي وبعد كده وإحنا بنستحمى بقى في النادي بعد ما رجعنا كان الكابت الحمادة إيه لأني في الحمام قال ليه طلع يطلع يطلع بسرعة يقول له ليه قال لي أنا عاوز أستحمى كده عشان ماشي الحرب هي من بكرة فبعد ما الحرب قامت قلت له ده رجل أفصل حرب أه طيب أول دي كتاول مجرورة رسمية اللي هي مع المحلة لو قلتلك لما قالوا لك أنت كنت بتلعب فنص الملعب وفجقوك والك أنت إيه فيه لعيب مجاش وهتلعب لا مش فيه لعيب مجاش هو ساعتها الكابتن طهب بسر والكابتن حسن شحتها ودول كانوا واقع من أحسن العمل اللي موجودين في العالم العربي مش في مصر فدولت كان لأي سبب سابوا الكويت ورجعوا جايز جزهقوا ممكن يكون من الحرب لا عملوا مشوار كبير بقى في الكويت عاوزي بقى يجي يستقروا في مصر ده كان حسن أحسن لعيب في آسيا حسن اللي ما تفرجش عليه في الكويت ما تفرجش على حسن شح اه وكان أحسن لعيب في آسيا أنا حتى هو دي حقيقة فالمهم هو من رجعه فكان ساعتها الماسك التدريب عندنا المدرب ألماني اسم بابي كان مدرب المنتغب طبعا طب إيه يلعب ليبرو إيه راكك عشان يفضلهم نص الملعب لا هم حيلعبوا أيما نبالك عشان يبقى نص الملعب كان هما الاتنين وفاروق واحد كان ساعتها تلاتة فإيه راكك غنيم تلعب مسلا ليبرو آخر واحد بعدما كنت بقى أساسي في التيم اه وانت لا وأنا وانت ايه وهو ايه أصل اللعيم اللي بيلعب ورا ده لازم عنده حتة ايه ناحية المهارية دي التوقع كمان والمهارة حلوة يقرا فيها يعني طلع كل يعني يستلم ويسلم فطبعا وفيتع في على أساس أن أنا لازم ألعب ما خفتش لا وفيش أي حاجة بقى المهم اللي بقى موجود في الملعب وأدي آه فالمهم لعبت وطلع إنه هو المكان ده من أحسن المكان اللي هو باين قدراتي وإمكانياتي وعن طريق وصلت المنتخب مصر ونادي الزمالك من ثلاثة وسوئين لغاية سنة تومينها مبطل آه بس ما ترددتش أنت بقى أنك لقى هاد عينقلني من مكاني المكان ولقى النهائي ده أنا بالعكس لقد طلع من وراء أباصي برضو ده شكاش في الملعب آه ولقوا أعرف أباصي للطرفين ومش عارفوا مطشات القالة اللي هي مطشات تعتبر يعني أي عالية وكبيرة طبعا كان إيه يقول يا دلات يقول لك يا أصلا لازم يفيد زيادة عددية من المدافعين كان الواحد هو بيطلع في الكرة هيقدر يباصي لدرجة أنا جبت الجول حيات المحترفين في كل حاجة آه لأ كان قدرات بص حاجات بديتعامل وجودة في اللعب اجتهادية هي منه أيه أيه بصراحة طيب أنا معي تأليل تاني الواحد حقيقة برضو الكابتن عبد المنعم مصطفى حسين جرني شطة آه شطة عاوز برضو بعيدك بسلام حقيق قلبي ده آه هنشوف شطة ده إنسان جميل جدا جميل هنشوف شطة يقول لك إيه أتنى أرودالي